السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وقبل يا امور الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله هنبدأ شرح دروس الوحدة التانية اللي هي بعنوان How are you feeling? معناها كيف تشف في الفيديو ده هنبدأ شرح لسن واند تو هنشرح الدرس الاول والدرس التاني هنشرح ونقرأ من كتاب المعاصر بس قبل ما نبدأ يارد تكمله الفيديو وتعمله لايك وشير واشتراك لقناة ميس انجليزي يلا نبدأ مع بعض احنا في بيج 74 صفحة 74 طبعا احنا بنذكركم ان احنا بنقرأ من كتاب المعاصر طب احنا هنبدأ بأول حاجة اللي هي الفوكابلري اللي هي المفردات الرئيسية زي احنا اي ما احنا متعودين الكيفوكابلري اللي هي المفردات الرئيسية طبعا نقرأ كده مع بعض word 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 معناها جناح او عنبر في مستشفى food stall food stall كشك لبيع الطعام park park يركن سيارة او معناها طبعا حديقة عامة زي ما اخدناها قبل كده communicate communicate معناها يتواصل او يتصل caligraphy caligraphy معناها فن الخط sewing sewing الخياطة او الحياكة sign language sign language اللي هي لغة الاشارة def def اصام الشخص اللي هو اللذي لا يسمع repair 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 معناها يعد او يصلح بتساوي من دي اللي هي md بتساوي fix f i x page 75 75 هناخد جوبس اللي هي الوظائف call center worker call center worker اللي هو موظف مركز الاتصالات computer engineer computer engineer مهندس computer nurse nurse ممرض او ممرضة police officer police officer ضابط شرطة shop worker shop worker عامل او بائع في محل street food seller street food seller street food seller معناها بائع طعام متجول اللي هو اللي بيبيع في الشاي cook cook معناها طبخ او معناها برضو يطبخ كانون وفرب artist artist فنان او رساب school trip school trip رحلة مدرسية patients patients مرضى tourists tourists سائحون happen happen يحدث tonight tonight الليلة tens of beans tens of beans علب فول tired tired متعب wave wave يلوح بيدي fountain 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 نفورة keyboard keyboard معناها لوحة مفاتيح quiet quiet إلى حد ما surprise surprise مفاجأة traditional traditional تقليدي neighbor neighbor girl فلافل فلافل اللي هي الطعمية أو الفلافل skill skill مهارة imagine 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 يتخيل sail sail يبحر بالقارب painting 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 دهان أو تلوين أو معناها كمال لحة فنية art club art club نادي الفنون lovely lovely معناها جميل dance dance معناها يركز طيب هناخد conjunctions of irregular verbs تصريف الأفعال الغير منتزم في المضارع drive معناها يقود سيارة المضمنها drove تصريف الثالث driven drive drove driven drive drove driven understand understand understood understood understand understood understood see you see you soon see you see you soon stand stood stood stand stood stood catch caught caught catch caught caught هناخد the words and the objects الكلمات وعكسها busy معناها مجغول أو مزدحم busy عكسها free free معناها غير مجغول أو فارغ أو خالغ safe safe معناها آمن dangerous dangerous معناها خطير bored bored شعر بالملل عكس excited excited متحمس best best أفضل worst worst أسوأ lazy lazy كسول active active نشيد temporary temporary مؤقت permanent permanent معناها دائم تعال نشوف مع بعض 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 التعريفات أول الحكا park park معناها ياركن سيارة بوتا بوتاكار لوري van etc in a place where it can stay for a period of time أنت تضع سيارة أو لوري أو شاحنة أو أي وسيلة تانية السترا دي معناها إلى آخره في مكان حيث تستطيع أن تمكث لفترة من الوقت ده معناها ياركن sign language لغة الإشارة طبعا هي طريقة التحدث مع الأشخاص الذين لا يستطيعون السمع باستخدام الأيدي بدلا من الكلمات اللي هي word اللي هي معناها عنبر في مستشفى هي حجرة طبعا كبيرة في مستشفى للأشخاص اللي هم محتاجين يبقوا في المستشفى لليلة أو أكثر street food seller street food seller معناها بائع طعام متجول في الشارع a person who prepares or sells food in the street sometimes from a van or store هو شخص طبعا اللي بيعد أو بيبيع الطعام في الشارع أحيانا بيكون في شاحنة أو أو كش police officer police officer معناها ضابط شرطة ده بيتحدث مع الناس على الهاد he or she هو وهي طبعا مذكر أو مؤنش help them with their problems بيساعدهم طبعا في مشكلتهم shop worker اللي هو عامل في محل this person helps in a place which he sells things الشخص ده بيساعد في مكان اللي هو بيبيع في أشياء computer engineer اللي هو مهندس computer you call this person if there if there is a problem with your computer set انت طبعا بتتصل بالشخص ده لو انت عندك مشكلة في جهاز الكمبيوتر بتاع caligraphy اللي هي فن الخط اللي هي beautiful writing using special pens or brushes هي طبعا اللي هي كتابة جميلة باستخدام أقلام خاصة أو فرش خاص communicate اللي هي يتواصل أو يتصل share information with others by speaking writing or in other ways هي طبعا مشاركة المعلومات مع الآخرين بالتحدث أو بالكتابة أو بطرق أخرى def معناها أصم لا يسمع not able to hear anything or not able to hear well هو غير قادر على سماع أي شيء أو غير قادر على السماع بطريقة جيد food stall لو كشك طعام a large table or open shop in the street where people cook or sell food طبعا هو منضدة كبيرة أو محل مفتوح طبعا في الشارع حيث يستطيع الناس أن يطبخ وطبيع الطعام look forward to معناها يتطلع إلى أو يتمنى feel pleased and excited about something that is going to happy طبعا هو الشعور بالسعادة أو الحماسة تجاه شيء طبعا سوف يحب make sure معناها يتأكد take special care and attention to do something طبعا هو أنه طبعا يأخذ طبعا رعاية خاصة أو اهتمام خاص لفعل شيء ما طبعا نحن في بيست 27 صفحة 77 هناخد general notes or reading and listening هناخد بعض الملاحظات الأهمة على reading والاسم أول حاجة هنعرف أنه verb feel معناه يشعر verb feel ده من الأفعال اللي بيجي وراها الصفة ما بيجيش وراها أكبر بظرف أقول ايه أنا أشعر بإن أنا متعب الليل طيب معناه يتطلق إلى كلنا عارفين طبعا أنه حرف بيجي وراها في المنصر لكن المصطلح اللي هو على بعضه بيجي وراه اللي هو اسم معناه يتطلع إلى أو يتمنى أنا أتمنى طبعا الزهاب إلى البيت وأخذ قصة من الراحة صارة بتطلع إلى الجاذة طيب زائد فعل مفرد كلنا عارفين أن معناها كل شخص أو كل واحد زي ما أقول كل شخص طبعا طبعا هو بيبقى في المنصر ولكن لاحظ استخدام الضمير للإشارة في الجملة التالية بعد ذكر يعني يعني أنا ما أقوله في الجملة الأولى طبعا أنا أما أستخدم أو أستخدم ضمير بدله بحط أو في الجملة الأولى بعد ما جيف بعدها فعل مفرد ولكن لما عوضت عنها بضمير استخدم تضمير زي إيه الفرق بين قويت و قويت معناها تماما أو إلى حد الماء يعني زياد بيكون إلى حد الماء عادة ما هو كسور طيب قويت دي معناها اللي تستخدم كأدجكتيف معناها هادئ كن هادئا خلال الدرس طيب طبعا استخدم ماتش وقابت طبعا ماتش معناها كثيرا وقابت بدرجة قليلة أو قليلا تستخدم قبل الصفة عشان نوضح الدرجة بتاعتها أو عادل هو بيشعر بالملل قليلا أيمن هو طبعا كتير مهتم بي أو مهتم بكسرة بكراية النابل اللي هي القسرة طيب إيه الفرق طبعا بين كاك وتشاف كاك معناها كفير معناها يطهي أو يطبخ ماذا عادة أو غالبا ماما بتطبخ للغد لكن لو استخدمناها كنوا كاسم معناها طبخ طبعا ما ننفعش أقول طبعا كاكر سي او او كي اي ار كاكر دي معناها بوتجاز ولكن كاك معناها يطبخ أو طبخ شي إذا فانتاستيك كاك يا طباخ رائع طيب كلمة تشاف تشاف معناها رئيستها في مطعم أو الميانك الوركز إذا تشاف هنا في مستر سرون تعالوا طبعا بيشتغل كرئيستها مشهور في مطعم ايه مشهور بيشت 28 صفحة 78 طبعا تعبيرات وحروف جرمهم تعالوا تشوف كده مع بعض معناها يذهب في رحلة مدرسية ها ريست ها ريست وممكن لقاها تيك ريست برق يأخذ قصطة من الرح يأما ها ريست يأما تيك ريست ها بيك دينار ها بيك دينار يتناول وجبة عشاء دسمة يجلس بجانب النفور يفاجئ قويت لازي قويت إلا حد ما يجهز كل شي يتجول حول المدين يتأكد مين يصنع من أجل التواصل مع شخص أو ممكن كمان معناها يفكر فيه بعد ما قررنا مع بعض التعبيرات والكلمات وحروف الجر المختلفة تعالي نشوف مع بعض على الدرس الأول والدرس التالي طبعا احنا هنا قطعة على درس الأول 3 a.m. إنكارو الساعة السلسة صباحا في القهر تعالي نشوف كل واحد وظيفته كان بيعمل إيه هنا أمل بتقول إيه I am looking after patients at a hospital look after معناها يعتني بي وخدنا look for معناها يبحث عن وخدنا طبعا look for where دي تو معناها يتطلعي كل الحاجات نكتبها سنتاني I am looking after patients at a hospital أنا طبعا بعتني بالمرضى في المستجم it's very busy طبعا هي مجدحمة جد I am looking after children in the children's war أنا طبعا بعتني بالأطفال في عمبر الأطفال I like my job بحب وظيفتي but I am feeling tired tonight ولكن أنا أشعر بالتعب أو إن أنا مرهقة الليل I am looking forward to going home and having a rest أنا أتطلع إلى طبعا أو أتمنى الذهاب إلى المنزل وأخذ قصة من الرحل يبقى دي وظيفتها إيه الوظيفة دي إيه سنة تانية طبعا وظيفتها nurse ممرض طيب تعال شوفي الوظيفة التانية اللي هي عماد أنت عاد بيقول إيه We are driving around the city and making sure that people are safe in the streets طبعا إحنا بنقود حول المدينة بالسيارة وبنتأكد إن الناس كلها في أمام في الشوارع We aren't very busy tonight إحنا مش مشغولين النهاردة جدا It's called جو بارد So everyone is staying at home لذلك كل شخص طبعا is staying أي زي مفرد في المنزل is staying at home نقيم في المنزل عادل is feeling a bit bored and I'm feeling hungry طبعا عادل بيشعر قليلا بالملل وأنا بشعر بالإيه بالجوع I am looking forward to having breakfast أنا أتطلع إلى تناول الإفطار يبدو الوظيفتهم إيه اللي هي police officers ضباط إيه short طبعا بيج 79 طبعا 79 كمل بيكمل وبيقول I am parking my food stall here because it's the best place to in the city طبعا أنا بركن اللي هو كشك الطعم بتاعي هنا لأنه ده أفضل مكان في المدينة Lots of people and tourists come this way معظم أو الكثير من الناس والسياح أو السائحين يأتوا هذا الطريق People start to buy their breakfast at 6 a.m الناس بتبدأ تشتريت الفطر بتاحها مساعة السادسة صباحا I am getting everything ready أنا بحضر كل شيء I am feeling cold أنا بشعر بالبرد I am looking forward to drinking some hot coffee أنا أتمنى أنشور ببعض لإيه القابل يبقى كمل هنا بيشتغل إيه ها street food باقع طعام إيه متجول طبعا إحنا في على الدرس الأول برد طبعا إحنا هنا عندنا طبعا أربع أشخاص 1, 2, 3, 4 الأربع أشخاص دول إحنا هنقرأ هنستمع الحاجات المحادثات بتاعتهم ونشوف هما وظائفهم طيب الشخص الأول بيقول I am sorry أنا آسف I am sorry sir but you can't leave your car here أنا آسف ولكن لا تستطيع طبعا أن ترك سيارتك هنا هو مين طبعا من اللي بتكلم police officer طيب الست بتقول there seemed to be a problem with the keyboard but it won't take me long طبعا ده يبدو أنه في مشكلة في لوحة المفاتيح ولكن ده لهذا لن يستغرق معي وقته طويل اللي هي طبعا computer engineer اللي هي مهندسة computer طيب رقم 3 good morning this is Dina speaking how can I help you طبعا بتقول صباح الخير دينا بتتحدث كيف أستطيع مساعدتك طبعا دي call center worker عاملت ايه عاملت طبعا مركزة الصلاة طيب الشخص اللي بعد كده من بيقول are you looking for tens of beans هل انت طبعا بتبحث عن علا بفول you can find them on the top shelf تستطيع ان انت تجدهم في الرف العلوي over there ده من طبعا shop worker عامل في محل احنا في بلت 80 صفحة 80 طبعا دا ريتنج على الدرس التالي تعال نشوف زياد هاي ايام زياد انا اسم زياد اي ليف وث ماي مام ان داد انا سمول فلات ام مينيا انا بعيش مع ماما وبابا وفي شقة صغيرة في المين في العجازة او في العطلة ايام جوالي كوايت لازي انا الى حد ما بكون كسو في طبعا يوم الجمعة في المساء طبعا في والدي والدية وانا طبعا عادة ما بنتعش عشاء دسم كده مع اجدادي طبعا واحيانا بنبقى في المنزل بتاع طبعا هو اكبر طبعا من الشقة بتاعتنا يوم السابت الصبح اي اوفين ستي ام بيد انا اي غالبا ما بقى في الفراش او بظل في السرير and then i have a late breakfast ويش معي كده مع ده ويبعد كده ثم بتناول طبعا في طار ايه متأخر كده مع جده she is a fantastic cook يا طب خه رائع انز افطر بعد الظاهرة اي دو ما يهم بعمل الواجب المنزل طيب تعال شوف هنا انجي بتقول انا انجي ودي اختي من ال بنعيش بالقرب من البحر او قريب من البحر طبعا بابا وعمي طبعا بيمتلكوا قارب قديم اللي هما بيصلحوا دلوقتي طبعا نستخدم اللي هو الزمن اللي احنا شرحناه اللي هو زمن المضارع المستمر اللي هو بيعبر عن حدث يتم الان وقت الكلام وما زال مستمرا اي لم ينتهي بعد انا بتعلم ان انا ابحر ولكن ايا ما بتحبش البحر جدا طبعا في الاجازة بنعمل الواجب المنزل بتاعنا وفي يوم السبت طبعا احيانا بنقض الوقت طبعا مع بابا وعم في القارب بتاع تعالوا نشوف على الدرس التاني تامر بيقول ايه ايام تامر انا اسمي تامر ايام ايام من علامات المدارع المستمر احنا شرحنا المدارع المستمر يا سنة تانية وقالنا بتكون من الام وزوار زاد البرب زاد الان والكلمات تدل عليه في هذه اللحظة انا بتعلم مهارة جديدة انا بتعلم لغة الاشارة علشان طبعا استطيع ان ايه اتواصل افضل مع ابن عمي سام بيكمل وبيقول سامي طبعا اصم لا يسمع هو طبعا بيتعلم لغة الاشارة في المدرسة ايه 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 انا طبعا انا باخد دروس لغة اشارة يوم السبت في الصبح لذلك طبعا او لكي استطيع ان افاجئ ميد سام طيب تعال شوف ايه امام با هتقول ايه هاي طبعا اي امام في العطلة انا بتعلم اعمل اشياء جديد يبقى احنا احنا كده كل واحد من اصدقائنا اللي احنا نشوفهم هنشوف وبيعمل ايه في الويكيند بتاعه طبعا طبعا تامير بتعلم هنشوف امام بتعمل ايه اصدقائنا لها لما هو لما هو لا يستطيع الاعتناء بها فذي اللحظة my sisters and i are repairing the kitchen. طبعا اخواتي وانا بنتهن are painting the kitchen. بنتهن المطبع. and i am also showing some new clothes. طبعا انا بقى كمان بخيط بعض some new curtains بعض الستاء الجديد. يبقى طبعا هنا ايمان بتعمل اي في الوقت. helping mr. mean helping mr. طبعا نشوف منال. بتقول i am manal. انا اسمي منال. mona and i are starting a caligraphy and art club at school. مونا وانا طبعا بنبدأ ايه? بنبدأ caligraphy اللي هو فن الخط. اه وفن ايه في نادي الفنون at school. we are very excited about it. احنا متحمسين بالنسبة له. my uncle is an artist عمي فنان. and he is coming to school to teach us. وهو هيجي المدرسة عشان يعلم. we are studying traditional arabic caligraphy. احنا بندرس فن الخط العربي الايه التقليد. and we are enjoying it very much. وحنا كمان بنستمتع بكثير. i am making a caligraphy book for my uncle as a present. انا بعمل طبعا اه كتاب فن الخط العمي كهدي. يبقى احنا هنا منال بتعمل ايه? طبعا بتعمل ايه? make a caligraphy book. او هي بتعمل طبعا caligraphy اللي هو فن الخط. خلصنا شرح الدرس الاول والتاني. ان شاء الله في الفيديو القادم. هنشرح الدرس التالت والدرس الرابع. اللي عنده اي شيء اكتب لي في الكامنتس. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.